على صعيد آخر الأهلي بيستعد لدوري أبطال إفريقيا وبالمناسبة إمبارح مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلف العمري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة فريق الكرة المتجه إلى السودان استعدادا طبعا لمواجهة فريق الهلال السوداني في إطار مباريات دور المجموعات في بطول الدوري أبطال إفريقيا وتتوجه بعثة الأهلي إلى السودان يوم الخميس المقبل إن شاء الله لخوض هذه المباراة مباراة الهلال المقرر لها يوم السبت 18 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة التانية لدور المجموعات الإفريقي وطبعا نتمنى لفريقنا كل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله وبإذن الله يكللوا بهذا النجاح إن شاء الله